السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفانيت اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير عصير رائع جدا وممتاز في الطعم رغم بساطة مقوناته عصير بدون فواكه بدون برتقال وبدون ليمون حامض وكذلك بدون حليب فعلا كيجي اقتصادي وكيجي منعش في المضاق نتمنى انكم جربوا واتبعوا معنا صائح لي في الفيديو باش يجيكم لديد ورائع ففعلا كيجي رائع نبدلوا شوية ونغيروا على العصائر المعتمدة يعني العصائر اللي كتحضر بالفواكه فانا بتأكد انه غدينا لإعجابكم ونخليكم الان مع الفيديو على بركتي الله بنسبة المقونات كنحتاجوا واحد كيلو غرام من الجزر دائما الجزر استعملوا النوع اللي كيكون اللون دياله برتقالي يعني يكون برتقالي فاتح باش كتأكدوا ان الوسط دياله كيكون ما كيكوش اخضر هدنا لطر واحد من الماء مع كيلو واحد او لكيلو غرام واحد من الجزر فغير جربوا هاد العصير ره كيجي الدي جيدا عدنا كيسين من سكر بنكهة الفانيلا ما يعادل 15 غرام في المجموع عدنا علبتين بالنكهة ديال الخوخ الزبادي او لا اليوغورت بالنكهة ديال الخوخ دائما الخوخ او قد تماشى مع نكهة ديال الجزر فعملوا نكهة الخوخ وعدنا ستة ملاعق من السكر اللي غادي نعملوها في الأول مع الجزر باش كنعسلوا بها الجزر يعني كيجي الجزر مع السل فبتالي كتحصلوا على العصير اللي هو الديد يعني رغم ان هاد المكونات كيما كتشوفوا بسيطة ره كيجي رائع ومنعش دوزول تحضير اول خطوة كننضفوا الجزر ره مغسول وكيما كتلاحظوا كتشوفوا اللوب دياله الا لاحظوا ان اللوب دياله اخضر فحاولوا تفاديوه متستعملوش اولا كتزولوا اللوب دياله يعني ضروري انكم يكون هاكا كل برتقالي ضروري باش تحصلوا على نتيجة المطلوبة يعني باش تحصلوا على واحد العصير اللي كيكون الديد غدين نضفوا وغدين نغسلوه مرة اخرى ومن بعد ما غسلناه المرة الثانية غدين نجيبوا الان على بركة الله السكين ونحاولوا نقطعوه الى شرائح دائما تأكدوا ان اللوب دياله ما يكونش اخضر يكون هاكا برتقالي بنفس الطريقة غدين نقطعوه كل كيمية سواء هاكا تقطعوها غير في اليد او لا ممكن ايضا انكم تقطعوها فوق شي سطح العمل او لا فوق القرادة كيبقى لكم الاختيار مهم انا غدين نقطع كل كيمية حاولوك تعملوها رقيقة كل ما عملتوه رقيق كل ما ما كياخدش منكم وقت طويل في السلق اذا عملتوه كبير غادي ياخد منكم طبعا وقت اطول واذا بغيتو ما تقطعوش ممكن تسلقوه مباشرة كما هو ومن بعد غادي نضيفو الماء لتر واحد انا هنا اضفت نصف لتر الاول ونصف لتر التاني ومن بعد غادي نضيفو السكر ستة ملاعق كبيرة من السكر ضروري تعملوها معاه في هاد المرحلة باش كيطيب معاه السكر كيدخلين السكر وسط الجزر وكيجي الديد ورائع في المادة قديالو نضيفو كذلك السكر بالنكهة دي الفانيلا ونخلطو هاد المكونات مع بعضها ثم كنوضعوهم على نار متوسطة يعني النار اللي تكون متوسطة ما تكونش خفيفة ونغطو عليهم ونخليوهم على النار يعني من حين لاخر حاولو تطلو حتى كيبال لكم ان الجزر بدك يدخل فيه السكين ما تخليو شي تسلق يعني غير نصف سلقة غير بدا سكين ندخل فيه فقط طفيو عليها النار اللي خليتو حتى تسلق ما غديش يجي العصير لديد في الماداق فكنطيبوه نصف طيبة ولا نصف مدة تعمت ما نعطيكمش الوقت المضبوط لانا انتو مع لحسب النار اللي غتعملوهش نار خفيفة ولا نار متوسطة على حسب بوطا ديالكم لذلك ما غديش نعطيكم الوقت بالضبط غدي نجيبو الخلاط الكهربائي بعد ما بردلينا الجزر تماما تماما ولا عندكم الخلاط الاخر اللي يداوي اللي كيكون من حديد ممكن تحنوه هو ساخن على بركتي الله غدي نجيبو الان غدي نطحنو هاد العصير او هاد الجزر مع الماء ديالو اللي هو الماء اللي فيه السكر ديالو كنتحنوه جيدا جيدا حتى بتلاحظو ما تتبقش يعني ما كيبقش فيه بعد القيطاع هكا ومن بعد كنزولوه من الخلاط اولا كنزولوه من الخلاط وغدي نضيفو لي علبتين من اليوغورت او الزبادي بالنكهة ديالخوخ فالنكهة ديالخوخ كجي رائعة بالنسبة للعلبه فمئة وعشرة غرام لكل علبه يعني كل واحد علبه فيها مئة وعشرة غرام كنتحنوه كذلك مع هاد اليوغورت اولا الزبادي وعلى بركتي الله كنجيوه الان كنرجعوه في واحد الايناء اللي هو اكبر يعني كرجعو انا رجعتو في الايناء اللي سلقنا فيه باش هكا كنخلطو العاصر وكنحضروه نحاولو ان انا هنا غدي نضيف نصف ليتر من الماء كيما كتشوفو معايا وغدي نشلل بيه هدا جيدا انتو مراه كتضيفو الماء على حسب الحاجة وعلى حسب التركيز اللي بغيتو واش بغيتو يكون مركزو للا كيما اشتو كنشلوه وغدي نجيب نصف ليتر اخر غدي نشلل بيه كذلك العولب ديال اليوغورت باش يعني كل كنت نستخدم من الكل اللي موجود في العلبة اذا في المجموع راني ضيفت ليتر من الماء مع ليتر ديال الماء اللي تسلق فيه هي اتنان ليتر والان غدي نبدو في اضافة السكر بشكل تدريجي انتو ما تضوقوا على حسب الرغبة ديالكم كذلك الماء راه الماء كتعملوه على حسب الرغبة واش بغيتو العاصر يبقى خاتر او لا بغيتوه يكون خفيف را كيبقى لكم الاختيار بالنسبة لي هنا يا انا راني غدي نضيف تسعة ملاعق كبيرة من السكر بالنسبة لي انا كانت يعني ممتازة لي كطعم يعني تسعة ملاعق هي هذيك غدي نحرقوه جيدا حتى كدو بلينا السكر معاه ومن بعد لبركتي الله هذي نجيب القنينة هنا ملاحظة فقط هاد هاد العاصر ممكن تعملوه حتى كعاصير اساسي لعدة عصائر مثلا تحضروه واتحنوا مع هالخوخ فكيجي جيد جيد ممتاز إلا بغيت تضيفوا واحد جوج حبات دي الخوخولة ثلاثة إلا ما بغيتوش فقدموه غير هكا راه فعلا كيجي لديد فجربوه وانا بتأكده غدي عجبكم فقنقول لكم غير جربوه راه فعلا كيجي رائع إذا الآن غدي نعملوه في واحد القنينة وهذا ضروري ضروري العاصر ما تقدموش ساخن يعني كتدخلوه التلاجة وكتخليوه حتى كيبرد تماما كل ما برد كل ما كيجي أرواع في الماداق وقع خلاص من اللي كيبقى ليلة كاميلة فكيولي في علان تحفى يعني إلا بغيتو تخليوه ليلة كاميلة راه كيجي رائع في الطعم والآن شوفوا معي ما شاء الله أنا هنا راه خليته خاتر شفتوه والكمية اللي اعطاني هذيك القنينة الأولى اللي ملأتها فراح فيها جوج ليتر أو لا ليترين وهد الكأس اللي شتوه معايا الكأس بلاستيكي اللي كان نخوي منه فتقريبا راه فيه واحد سبعمائة ميلي لتر هنا يا غدي نملأ الكؤوس هنا كنا نكب الكؤوس غير باش تشوفو كيفاش دير القوام ديال هاد العاصير إذا متابعينا كيكون هذا هو شكل نهائي النتيجة النهائية ديال وصفة ديالنا عاصير اقتصادي جدا مكوناته جد بسيطة وفي نفس الوقت راه كيجي لديد في الطعم لديد في الطعم كنعود نأكد لكم أنه كيجي لديد فقط تبعوا معي النصائح وخليوه يبرد تماما أكيد غير يعجبكم يعجب أطفالكم هذي فرصة للأطفال ديالنا أنهم يتناولوا الجزر بلا ما يحسوا به إذا نخليكم الآن كالعادة كنقول لكم ما تنسونيش من تعليقاتكم ما تنسونيش كذلك من دعواتكم إلى عجبتكم الوصفة شاركوها مع الأحباب والأحبة والأصدقاء ونتمنى إن شاء الله تبقى دائما أوفي القناة ونطلبوا من الله يرفع لنا هاد البلاء وهاد الوباء يا رحمن ويا رحيم كنشكركم بزاف على كل دعواتكم اللي كنتوصل بها في العديد من الفيديوهات فكنطلب من الله يفرحكم كما كتفرحوني بتعليقاتكم وبدعواتكم اللي كنحس أنها نابعة من القلب وكتوصل للقلب فبعد تعليقات من اللي كنقرها ففعلاً كنحس بواحد إحساس غريب في قلبي يعني كتحس بأن دك تعليق رح خارج من القلب وكيوصل للقلب مباشرة شكراً لكم على كل تعليقاتكم شكراً على تجربة الوصفات وشكراً للأخوات اللي كيرسلوا لي تطبيقاتهم في الانستغرام كنشكركم بزاف والآن ومعليا إلا نخليكم ونقول لكم تهلا وفروسكم وندعوهم الله يرفع لنا هاد الوباء وهاد البلاء يا رحمن ويا رحيم ويحفظنا ويحفظ الجميع برحمتك يا رحمة الرحيمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة